خلال استضافته على برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد رئيس المركز الأردني لبحث تعايش الديني عبر صفحة فضية نورسات فيسبوك أكد معالي المهندس سمير حباشة وزير الداخلية الأسبق والمنصق العام لمجموعة السلام العربية على أن الشعب الأردني له خصوصية معينة في علاقاته الاجتماعية والتاريخية المبنية على رواسخ متينة من المحبة والإخاء والعيش المشترك وهي علاقة عربية أردنية متجذرة على مدى قرون طويلة أولاً هذه البلاد مثل ما تفضلت أبونا إحنا ورثناها ما بعد الفتح الإسلامي إحنا جيلنا وهذه هي طبعتها وعينا على الحياة على الدنيا في هذه البلاد في مسيح وفي مسلم نعم وعينا في هذا الوت وفي هذا الأمثلة اللي سمعناها من أبائنا ومن أجدادنا وقرأناها بعد ما وعينا كلها تشير أن هذه البلاد إذا بذهب منها عنصر فهو اختلال في طبيعة البلاد يعني مثل لما بيحقوا عن المناخ مش بقولوا لما طبقة الأزون بتخف بدها تزيد الحرارة وبدها تنزل الثلوج وبدها تذوب المياه ولا لا أنا أعتقد أنه هذا ضرب من ضروب التلوث الوطني والعروبي إذا ما اختلت معادلة الوجود الإسلامي المسيحي في هذه البلاد وهذا الأمر يقلق الحضور هذا والتماسك يقلق الآخر ما مش أي آخر الآخر الذي يتربص بناء أنا ما بدي أقول أنه كل الدنيا أعداءنا نعم نعم احنا بالعكس أمة محبة للآخر أمة متسامحة أمة ما طاء قدمت للحضارة الإنسانية مثل ما قدمت الأمم الأخرى نعم يعني احنا مش لا احنا متفردين ولا عنصريين ولا نازيين لكن لا نقبل أنه أيضا يتم التربص بناء والاعتداء على حقوق صحيح أمة هذه يعني أمة بطبيعتها تسامحية وأمة قامت على المسيحية أولا والإسلام ثانيا وكلاهما أساس التسامح والأخلاق أساس تقرأ مسيرة السيد المسيح عليه السلام أو الرسول عليه السلام هي منظومة قيمية وأخلاقية